اشتركوا في القناة ومع ذلك هذه تيوان تعتبر بمثابة دولة منفصلة عن الصين من سنة 1949 تقريبا استقلت تيوان واعلنت حكومة اسمها حكومة الصين وفي الصين هذه الاخرى اللي على اليسار حكومة الصين الشيوعية او حكومة الصين الشعبية طبعا هذا الكلام جاء اثناء الحرب الاهلية الصينية كان في احتلال ياباني للصين خرجت اليابان وقعت الحرب الاهلية انفصلت تيوان واحتلت الصين تركستان الشرقية سبحان الله يعني تركستان الشرقية تقع في هذه المنطقة استطاعت الصين بكل بساطة في الحرب الاهلية ان تقتل مئات الالاف من شعب تركستان الشرقية وان تحتل هذه الدولة المستقلة دولة تركستان الشرقية في حين ان هذه الجزيرة الصغيرة اللي اسمها تيوان حاليا او هي جمهورية الصين هم على فكرة بيعتبروا انه هذه هي جمهورية الصين الاصلية التي كانت قبل سيطرة الحزب الشيوعي على حكم الصين حزب الشيوعي في اثناء الحرب الاهلية قتل الملايين للسيطرة على الحكم يعني الشيوعيين دول اخذوا الحكم بقتل الملايين وهربت الحكومة الصينية الى تيوان وانشأت هناك الدولة الجديدة ولكن حتى يفصلوا بينهم وبين الصين سموا هذه الجزيرة تيوان تخيلوا الان معي انه هذه الجزيرة الصغيرة لا تستطيع الصين ان تقترب منها فقط هذه التصريحات ترونها من حين لاخر يعني تصريحات وزير الدفاع الصيني الى الان هي تصريحات في النهاية عبارة عن تهديدات فقط لم تجرؤ الصين الى الان على الاختراب من تيوان او احتلال تيوان او استعادة تيوان كما يقولون وهم يعتبرون ان تيوان جزء لا يتجزأ من الصين انا ليه بعمل البث ده وليه بتكلم في الكلام ده في حين ان انا ممكن انشر يعني مثلا مقالات حول الحرب اليابانية الصينية لما احتلت اليابان الصين وبعضين طلعت او الحرب الاهلية الصينية اللي استقلت فيها تيوان وممكن انشر كلام عن تركستان الشرقية لا انا لما شفت الاخبار دي وهي بتاريخ اليوم تذكرت هذه التغريدة امس للدكتور اكرم حجازي وكأنما الرجل يعني يغرد مع هذا الخبر مع انه الخبر بعد التغريدة يعني هذه التصريحات بتاريخ الثاني من يونيو 2019 وتغريدة الدكتور اكرم حجازي يوم واحد يونيو 2019 يقول احذروها ولا تخشوها الصين دولة بلادين او قيم لذلك من المستحيل ان تنفرد بقيادة النظام الدولي او تنشئه فهي بالمحصلة اشبه بالتتار والمغول فمن الممكن ان تمتلك ادوات القوة والنفوذ وتهاجم بشراسة تصل حد الابادة الوحشية لكنها بالكاد تتحمل هزيمة واحدة صدقوني اخواني الكرام هذا الكلام هو الكلام الصحيح لذلك انا عملت رتويت لهذه التغريدة امس لاني مقتنع بهذا الكلام وقلت هذا الكلام سابقا في كلامي عن كوريا الشمالية لما قلت ان الصين وكوريا الشمالية وهذه الدول الشيوعية دول اذا سيطرت على المجتمع الدولي او استطاعت ان تكون قوة منفردة ستفعل اكثر مما فعلت امريكا باضعاف كثيرة جدا هؤلاء ليست لديهم مشكلة في ابادة الملايين فعلا هم ابادوا الملايين يعني عشان توصل هذه الحكومات الشيوعية ابادت الملايين ملايين قتلى في الصين في الحرب الاهلية هذه الحرب الاهلية كانت بين حكومة الصين اللي هي الحكومة الصين الموحدة وبين الحزب الشيوعي الصيني سيطرة في النهاية الحزب الشيوعي الذي يحكم الى الان نرجع تاني نتكلم عن ربط هذه التغريدة بهذه الاخبار لماذا استطاعت جزيرة صغيرة كهذه ان تنفصل عن الصين شوفوا شوفوا بس الحجم انا بس هصغر لكم الخريطة شوفوا حجم الصين انا طبعا الخريطة كبيرة جدا مش هيعرف يشوفها الناس اللي من الكمبيوتر شوفوا تايوان حتة الدي وشوفوا الصين دولة عاملة الدي وبيهددوا فقط شوفوا اخوان الكرام حجم الجزيرة هذه صغير جدا لكن عارفين لماذا تصمد هذه الجزيرة الان ممكن الناس تقول في 1949 او 1950 كانت الصين قد خرجت من حرب اهلية ولا تستطيع ان تغزوا هذه الجزيرة وكانت المسألة مؤجلة طيب الان الصين عندها صواريخ باليستية عندها قوة جبارة عندها ملايين من العسكريين عندها كل الامكانات التي تستطيع بها احتلال تايوان انتهت الحرب الاهلية وكانت الاسلحة في هذا الوقت يعني ليست بهذا التطور فلماذا تحتاج الصين دائما الى هذه التهديدات بالمناسبة تصريحات وزير دفاع الصين بسبب مرور سفن حربية امريكية من بحر الصين شايفين المضيق اللي بين الصين وبين تايوان ده الصغير ده الحتة دي المضيق ده امريكا بتعربت فيه ريحة جاية فيه بحكم امريكا تتعامل بحكم انه تايوان دولة وانه الصين دولة وان هذه هي المياه الدولية هذه المياه مياه حرة لا تستطيع الصين ولا تايوان ان تغلق هذه المياه لانها تقع بين دولتين الصين بتقول لا انا تايوان دي تبعي واللي بتعمله امريكا هذا استفزاز فيه سفينة حربية او سفينتين مروا الاسبوع الماضي وبالتالي صرح وزير الدفاع الصيني بهذا الكلام يا جماعة هؤلاء القوم جبناء 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 لو لا وقوف امريكا والدول الغربية خلف تايوان لحتلت الصين هؤلاء نعم تستطيع بكل بساطة لكنها جبانة هي لا تريد المواجهة الناس اللي كانوا بيرهنوا على المشكلة بين هواوي والصين كانوا يعتقدون ان الصين سوف تهزم امريكا في هذه الحرب التجارية في النهاية الصين لا تمتلك ادوات الحرب التجارية بالعكس الادوات كلها في ايدي امريكا وهذا ليس متحا لهم ولا تطبيلا لهم احنا بنتكلم عن الواقع الان اي واحد يتكلم عن الواقع يقال انت الان مع امريكا انت الان مع الصين لا نحن لسنا مع امريكا ولا مع الصين ونتمنى انهم الاثنين يهلكوا بعض لكن اللي بيحصل الان هو ان الولايات المتحدة الامريكية تمتلك خيوط اللعبة كاملة لديها كل الخيارات التي تستطيع بها اذلال الصين التطبيقات التجارة العالمية في دول كثيرة جدا تستطيع الولايات المتحدة الامريكية ان تضغط عليها لمقاطعة الصين ولسه ما عملتش الكلام ده لحد الان هي بس اصدرت قرار من شركات داخلية بمقاطعة شركات صينية شوفوا اللي حصل الى الان الولايات المتحدة الامريكية لم تلعب بكل الاوراق اللي معاها كل اللي حصل ان شركة جوجل اعلنت انها لن تتعاون مجددا مع شركة هواوي تخيلوا هذا القرار عامل ازمة كبيرة للصين لان هواوي هي ذراع الصين التقني حول العالم وعلى فكرة قلت ذلك سابقا الصين او هواوي لا تصنع فقط الهواتف المحمولة بل تصنع الشبكات والسيرفرات وكل ما يتعلق بشبكات المحمول وهي الشركة الاولى التي تمكنت من تسجيل براءة اختراع شبكات ال 5G وهذه ربما هي اكبر مشكلة خلافية بين امريكا وبين الصين امريكا مش عاوز الصين تنفرد بهذه التقنية الجديدة وامريكا الى الان لم تتوصل الى هذه التقنية كما توصلت لها الصين فتريد تعطيل هذه المسألة وعارفين ان هذه مسألة تتعلق بالتجسس امريكا عاوزة تتجسس لوحدها والصين عاوزة تشارك او عاوزة ايضا تنفرد بالتجسس وهي حرب تجسس لكن في النهاية امريكا لديها خيوط كثيرة تستطيع ان تهزم بها الصين عاوزين نرجع تاني على غرار هذا الكلام لماذا استطاعت الصين ان تحتل تركستان الشرقية تركستان الشرقية طبعا هذه المنطقة الكبيرة غرب الصين في هذا المكان ولم تستطع الى الان ان تحتل تايوان او تعيد تايوان بكلام اصح يعني لماذا لان تايوان كما قلنا لديها دول تقف خلفها الامر الثاني تايوان جزيرة منعزلة في وسط المحيط الهادي وبالتالي استطاعت بكل بساطة ان تهرب من الاجتياح الصيني حينما انتهت الحرب الاهلية وكانت الاطراف كلها منهمكة اليابان على فكرة بالمناسبة اليابان هذه اللي عبارة عن جزر كانت تحتل الصين يعني اليابان هذه ارتكبت جرائم كبيرة جدا في الصين واحتلتها وقتلت فيها الملايين ايضا قبل ان تخرج منها وبعدين تقع الحرب الاهلية فهذه الدول للأسف الشديد تركستان الشرقية لم يكن هناك دول اسلامية تقف خلفها من اجل استقلالها او من اجل الدفاع عنها كما حصل مع تايوان تعرفين الكلام ده بيفكرني بايه بيفكرني بروسيا شفتوا اللي حصل في اوكرانيا اللي حصل في اوكرانيا الثورة ايه اللي عملته روسيا روسيا احتلت جزر القرم او القرم كما يقولون عنها هذه جزر اسلامية هذه جزر فيها تتار القرم او القرم استطاعت روسيا في الثورة الأوكرانية أن تسترد أو تحتل هذه الجزر لأنها تقول أن هذه الجزر تابعة لها وأنها انفصلت عنها لماذا لم يتدخل المجتمع الدولي لإعادة هذه الجزر لأوكرانيا مع أن أمريكا في إمكانيتها أن تسترد هذه الجزر أو تحمي هذه الجزر كما حمد تايوان لأنه ببساطة هذه الجزر فيها مسلمين هذه ببساطة شديدة سيقول البعض لا بس هذه قريبة من روسيا وأمريكا لو دخلت في هذه المنطقة ستحدث حرب عالمية أماليا حبيبي تايوان دي فين ما هي تايوان دي قريبة جدا من الصين وأي تدخل أمريكي في تايوان هو بمثابة حرب مع الصين فلماذا لم تقع الحرب هنا ولماذا احتلت روسيا هذه الجزيرة بكل بساطة وسهولة لأن فيها مسلمين لا أحب المؤامرة ولا أحب الحديث عن المؤامرات لكن صدقوني هذه الجزر الصغيرة التي يستهيم بها البعض هي لعبة سياسية بين أطراف متصارعة إذا كانت هذه الجزر إسلامية أو فيها مسلمين فهي تذهب إلى الحكومات الأكثر إجراما لأنه طبعا حكومة أوكرانيا في النهاية طبعا هي ليست حكومة إسلامية ولكن عندها تسامح كبير مع المسلمين حكومة روسيا الآن في هذا التوقيت اللي بنتكلم فيه تشن حملة اعتقالات كبيرة جدا في حق تتر القرم نعم هناك اعتقالات أبلغني بها أحد الإخوة الذين يتابعون الأخبار هناك واعتقلوا شباب ونساء وشيوخ وهذه الجزيرة طبعا للأسف الشديد هناك من الخونة بين المسلمين هناك من تعاونوا مع روسيا من أجل أن تأخذ هذه الجزيرة من أجل أن تحتل هذه الجزيرة للأسف الشديد لكن في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية لو فعلا تريد حماية أوكرانيا كانت تستطيع بكل بساطة أن تتدخل وتمنع احتلال روسيا لجزيرة القرم لكنها لم تفعل الدول لا تقاس بالأحجام هذا الدرس الثاني من هذا الفيديو شوفوا تايوان هذه قوة اقتصادية كبيرة استطاعت أن تفرض نفسها على الصين اللي بحجم شوفوا ما فيش لا يوجد أي مقارنة بينها وبين الصين ومع ذلك الصين لا تمتلك إلا الجعجعة والتصريحات هذه أننا سوف نستعين بالقوة لإعادة التوحيد مع تايوان أنت عارفين التصريح ده أنا بشوفه بقال عديه بشوفه من سنوات طويلة على الصحف كل ما سفن أمريكية تعدي في مضيق تايوان تطلع الصين تقول لن نتخلى عن تايوان طيب يا عم الآن إيش منعك؟ ما الذي يمنعك؟ الآن ما الذي يمنعك؟ لا يوجد شيء يمنع الذي يمنع هو الجبن الصيني دولة الصين دولة جبانة دولة الصين تخشى من أي مواجهة كل اللي عندها من أسلحة وهذه الأشياء كلها ستذهب هباء لأنهم جبناء صدقوني الشعب الصيني والحكومة الصينية جبانة هم أشداء فقط على المسلمين أشداء لأن المسلمين ليس لديهم دولة تحميهم لا يوجد أحد يتحدث عن هؤلاء الذين يستضعفون في هذه المنطقة لا أحد يتحدث عن هؤلاء الذين يمنعون من الصيام والحجاب وبالمناسبة في يوتيوبر أردني سافر إلى تركستان في رمضان الجاري وسجل هناك ووثق أول شهادة عربية حديثة من داخل تركستان الشرقية تكشف لكم إجرام الصين وما تفعل الصين بحق المسلمين في سنتين فقط استطاعت أن تمسخ الناس وتمنع الناس من الصلاة حولت المساجد إلى مجرد مزارات بتيكت وتذاكر حولت المساجد إلى أماكن للعري وللتبرج ومنعت المسلمين حتى من الصيام شفت مشهد مؤسف جدا ومحزن شاب مسلم من تركستان الشرقية صاحب مطعم الأخ بيقول له أنت صائم فغمز له يعني أنه يعني مردش يرد عليه فلما راح سأل الصيني اللي هو المترجم اللي كان معاه ذهب إلى المطعم وأكل وقال أنا مش صائم هذا كله خوفا من أن يقال أنه صائم في تركستان الشرقية ما كنا لنصدق هذا الكلام حتى نقل إلينا هذا اليوتيوبر لأنه في بعض الناس لما كانوا يشوفوا الفيديوهات يقولوا يا أخي فيه تهويل يا أخي يا أخي أنت رحت شفت يا أخي الناس بيروحوا للصين وما بيشوفوش الكلام ده لا أنت بتروح للصين العاصمة وتترك هذه المنطقة ففي يوتيوبر أردني اسمه جهاد أبو حطب أو مش فاكر الاسم تحديدا أول مرة أشوف الفيديوهات كاملة له شفت توثق كامل لأحوال المسلمين في تركستان الشرقية أتمنى أنه يكون هذا الكلام مفيد لعدد كبير من الناس دولة الصين ليست بهذه القوة التي تعتقدونها حتى لو كانت بهذه المساحة وعندها إمكانات تجارية كبيرة وعندها إمكانات اقتصادية كبيرة ليست بهذه القوة يا أخواني الكرام بل هي دولة جبانة لا تستطيع حتى أن تجرؤ على الحرب في تيوان الجزيرة هذه الصغيرة هل تعتقدون أن دولة كهذه ستدخل حرب عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا تعربت في بحر الصين ولا تجرؤ الصين على استهداف أي بارجة أمريكية لأنها تعرف أن بعد ذلك هو الحرب لذلك أنا أقول لا تضخموا الصين لا تعتقدوا أن هذه الدولة دولة يعني مخيفة لكنها هي فقط تنكل بالمسلمين لأنه لا يوجد رجل حاكم من الحكام العرب أو من الحكام الذين يحكمون الدول الإسلامية يستطيع أن يقف أمام الصين لو وقف وخرج هؤلاء جميعا على قلب رجل واحد وقالوا للصين توقفي عن اضطهاد المسلمين أنا لا أريد أن أقسم أو أتألى أو أي كلام آخر ولكن صدقوني ستتوقف الصين فورا تخيلوا تركستان الشرقية قريبة من طاجكستان وباكستان وقرغستان وهذه الدول وكازاخستان كل هذه الدول التي تسمى بنقوصين إسلامية قريبة جدا من تركستان الشرقية ولا تستطيع أن تقدم لها شيئا لأن هذه الحكومات حكومات تابعة لروسيا وحكومات عميلة هذه المنطقة بالمناسبة هي كان اسمها تركستان الغربية تركستان الشرقية هو الجزء الذي أخذته الصين وتركستان الغربية هي كانت كازاخستان وأسباكستان وتركومنستان وهذه المنطقة التي على اليسار كانت مملكة كبيرة اسمها تركستان فقط ولكن تقاسمت روسيا والصين هذه المملكة وحولوها إلى تركستان الغربية وتركستان الشرقية ثم بعد ذلك إلى مجموعة دول مفتتة كازاخستان وقرغستان وأسباكستان وهذه المسميات الجديدة وعلى اليمين سموه إقليم تشينج يانج وانتهت القصة وحسبنا الله ونعم الوكيل أخواني الكرام الهدف من هذا الفيديو ليس هذا الكلام الذي قيل كله وإنما أن تدخلوا وتقرأوا عن هذه المنطقة اقرأوا عن حرب الصين مع اليابان اقرأوا عن الحرب الأهلية بين الحزب الشيوعي وبين حكومة الصين اقرأوا عن تقسيم تركستان إلى تركستان الشرقية وتركستان الغربية اقرأوا عن احتلال الصين لتركستان وماذا فعلت وكيف قتلت أكثر من 140 ألف مسلم في يوم واحد اقرأوا عن هذه الأشياء حتى تتعلموا وتبتعدوا عن تضليل الإعلام يأتيك شخص ويقول المشكلة بين الصين وأمريكا الآن يراد بها أن تؤجج المسلمين ضد الصين مثل ما حدث في أفغانستان هذا الكذاب لا يعرف ماذا يحدث للمسلمين في تركستان الشرقية وإن كان يعرف فهو منافق وذجال وكذاب لأن الذي يحدث هناك لا نستطيع أن نصف الذي يحدث هناك إلا بالإبادة أكثر من مليون شخص يحتجزون في معسكرات تسمى معسكرات التأهير وهي معسكرات القتل أي واحد يسلم أو يصوم أو تتحجب المرأة أو يأكل لحوم حلال يعاقب في الصين وأتحدث هنا عن هذه المنطقة المحتلة وهي تركستان الشرقية فربما تسمح الصين في المناطق الأخرى ببعض الحريات حتى تقول للعالم ليس هناك أي مشكلة ولكنها تمنع من توثيق جرائمها في تركستان الشرقية الفيديو في النهاية هو مجموعة معلومات ليست تفصيلية وكل واحد يدخل ويبحث عن هذه المعلومات ابحثوا عن انفصال تايوان ابحثوا عن الحرب اليابانية ابحثوا عن تركستان الشرقية متى دخلها الإسلام كيف استقلت سابقا ثم احتلتها الصين ثم الآن هم يطالبون باستقلالهم والآن يتعرضون للإبادة الجماعية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر